يعطيكم ألف عافية اليوم رح أقدم لكم طريقة عمل الحمص في البيت بطريقة مضمونة وكتير زاكية زي أنتوا بالشطة الخضرة والسماك والزيت الزيتون زي ما أنتوا شايفين كانت هاي هي النتيجة وكتير زاكية وطيب من نفس الخليط عملت منها مسبحة في ناس كتير بيعرفوا المسبحة وزي ما أنتوا شايفين حبيت أعرض لكم الصورة عندي هون الحمص منكوع 24 ساعة بعد ما نكعته 24 ساعة غمرته بطنق بمية وحطيت عليه كربونة نصف مالكة كربونة وبعد ما غالي كتير منيح طلع هاي الأشياء البيضة طبعا كليات هالأشياء البيضة شلتها زي ما أنتوا شايفين وخليته كتير يستوي جبت كمية من الحمص عشان أتأكد إذا الحمص مستوي لا لأ بس أنا هو مستوي بس أنا بدي أكون مستوي أكتر من هيك لازم يكون مستوي كتير هالس حبيت أفرجيكم لازم يكون مستوي أكتر من هيك زي ما أنتوا شايفين هون تقريبا المية كانت ناشفة تماما وكان كتير هالس ومستوي بعد ما برد تماما الحمص ضفتها في الخلاط عشان أخلطها وأول إشي بنخلط الخليط الحمص كاملة وبعد ما نضيف عليه الملح والملح الليمون ومكعبات التلج والطحينية زي ما أنتوا شايفين خلطهم كتير منيح وأعطاني هذا القوام الرائع وضفت عليهم زيت كلي تقريبا ثلاث معالك زيت كلي بيعطيني لون أبيض كتير وممكن إضافة الزيت الزيتون وكله حسب الرغبة وممكن ما نضيفه زيت نهائيا وكانت هاي هي الكمية حطيتها في التلاجة وعملت منها مصباحة زي ما حكيت لكم وهو مبلشت أزين في صحن الحمص وكله اختيار التزين طبعا طريقة التزين وماشاء الله زينتوا بسمك وزيت الزيتون وشط الخضراء شكرا لكم وهي هي كانت النهاية اشتركوا في القناة